بدلا من إيجاد حل جذري تزيد الهم هما والعجز عجزا إنها سياسة وإدارة الحكومة في العراق بحسب واقع الحال وشهدة المواطنين المنتفعون من بناية تابعة لنقابة المعلمين وسط مدينة الكوت في محافظة واسط طولبوا من قبل نقيب المعلمين بسرعة إخلاء محلاتهم وشقاقهم رغم امتلاكهم عقودا لم تنتهي مددها بعد بحجة حق المساطحة الذي تريد الحكومة الاستفادة منه على حساب المواطنين اللي تسمعنا بيكم مساطحة أربعين سنة إحنا جاي ندفع الإيجار بشكل صحيح صاحبين شهادات وما نملك أي شيء نملك هاي قوت اللينا وعايشين وعايشين عوائلنا ومسترزقة بها العمال اللي يشتغلون الموظفين اللي يشتغلون يمنا أيضا تفاجئنا بهذا الموضوع طيب إحنا وين نروح؟ إذا عقد عندي رسمي مع النقابة وسووا المساطحة المواطنون ذهبوا إلى أبعد من مجرد المنفعة التي ترمي لها الجهات الحكومية فرأوا أن البناء يمثل رمزا معنويا للمعلم في المحافظة وأن التفريط به يطعن بهذه الرمزية وهذه البناية انبنت بجهود المعلمين بأموال المعلمين وهي ملك للمعلمين ليس ملك لشخص معين فكيف يصرفون بهذا التصرف؟ الجهات الحكومية تكلمت عن لجنة برعاية محافظة واسط محمد المياحي معربة عن أملها في أن تتخذ اللجنة المعنية قرارا ينصر قضية المواطنين إنه نقابة المعلمين نحن نعتبرها مثل سدة الكوت لذلك التفريط به أو العمل به بطريقة غير صحيحة ولا تخدم المعلم أعتقد هذا ما راح تبت بيه اللجنة بحيث تكون مع صوت المعلم إلا أن المواطنين كان لهم رأي آخر حيث اشتكوا إهمال الجهات الحكومية المعنية لمعاناتهم وعدم استجابتها لمطالبهم أو رعايتها لباب رزقهم الذي سيغلقه قرار الإخلاء الحكومة المحلية طلعوا وراحوا لهم لا أحد استجاب لا أحد استجاب لا أحد وصل علينا ولا أحد شافنا فهل سيكون لصوت هؤلاء آذان تسمع مناشدة المعوق والكبير والمحتاج والسقيم أو قلوب تستشعر المسؤولية فتكافح لإيجاد حل يحفظ البلاد أو يراعي مصالح العباد كافي كافي بيع يا أخي أكو قياعين يا أخي صناعات انتهت الزراعة انتهت من يحمينا انتهت يا أخي خلي نعيش إحنا براحتنا احمونا فقط احمو العراق